الاختيار ديالك يبدأوا من الان مشيحدة تخرج المباراة تبقى تقلم ليش عند فعل هادي ولا هادي ومن لي تشد الدروس هلخصها ما تفقاش تتابع بزاف ديال المراجع غادي تضوخ كيفاش تنجح في مباراة التعليم بادق التفاصيل شنو خاصك الدير اول حاجة اللي مهمة وهي تبعدو من مواقع التواصل الاجتماعي انهو تشوشو ليكم على ريوزكم بزاف وحت كان بزاف ديال الاكاديب وحت كان بزاف ديال توشوش هاشنو غادي يكون هاشنو ما غاديشيكون هاشنو غاديشيكون هاشنو غا يوقع مهم بعدو من هاتشي حيت غا يوشو عليكم بزاف وما يعطعوكم مش فرصة انكم تراجعوا. حيث الاغلبية اللي كيشكو انهم ما غادينش يطلعوا في الايحة ديال الناس اللي غاديشين جتازوا المباراة تطلع السمية ديالهم وفي الاخير كل قورسهم ما راجعوا ما ديروا والو كيف تخرج المباراة للتعليم سير راجع قاش تضرب بمواقع التواصل الاجتماعي مرة مرة ضرب شاية الليلة كيف تخرج سير وجد وعرف راسك ليش غدي تدفع غدي تكلم لكم على الناس اللي جابوا عشرة والناس اللي جابوا فوق عشرة لا بالنسبة للأداب ولا بالنسبة للعلوم شو هو التخصص المناسب لهم مالغوزموا لأيجازة بقتلها تخوزوا يعني حتى الالفين وخمسة وعشرين فوق عشرة غدتكون مباراة احنا ما تهمناش فوق عشرة غدتكون مباراة المهم هو انكم شو خذكم تراجعوا وليش خذكم تدفعوا كله وفيش محتار كله وشنو تيسول الاغلبية اللي كيسولوا هو الناس سن ديالهم قريبا 30 سنة يعني في شهر عشراء شهر تسعود او شهر حضار شهر اطناعش الناس غدت قفلوا 30 سنة هادو من حقهم يسولوا اما انت عبدك تسعود وعشرين لتحت فبلا متسول اللي خذك تسول عليه هو ايشن هما المواد اللي غدتتراجعوا اين تخصص اللي غدتتفعليه نتكلموا على الناس اللي جايبين عشرة على حسب التخصصات الناس اللي جايبين عشرة في التربية الاسلامية في الاجتماعيات في اللغة العربية يعني المواد ادابية عشرة او لحضاش يعني النقطة اللي تحت 12 هادو كنصحهم انهم يدفعوا الابتدائي يعني التخصص ركي يكونوا المعدلات طالعين اللي قد عدك 13-14 يمكن لك تدفع للتخصص مش مشكل بالنسبة الناس العلميين اللي جايبين عشرة او لحضاش يعني في الماط او لفي الفيزياء او لفي علوم الحياة والارض الاسفيتاي كان نصحك انك لاجبتي عشرة كان نصحك ما تدفعش للابتدائي انما تدفع للتخصص ديالك عليش حيث الناس ديال العلوم غالبا ما كيجيبوا النقاط نازلين على الناس ديالالالادب يلا جايتي تشوف كدل 14-13-12-11-10 يعني القليل اللي جايب فوق 14 هادو من الاحسن طبيعة الحال الناس اللي جايبين 14 ما غديش يدفعون لبتدائي الناس اللي عدهم النقاط عالية ضرورة يمشوا للتخصص تانتا لك انت عدك 10 او لحضاش كان نصحك انك تدفع للتخصص ديالك حيث في الابتدائي ما عيكونش عدك حض حيث نلجينا نقارنوك مع المواد الادبية ما احترامة الناس الادابيين كيجيبوا لنط نلجينا نقارنوك رانتا عتبان نازل عليهم هما كيديولا النقطة ما كيديوش على المواد بالنسبة لتخصص ديال الابتدائي دابا نتكلمو عن المواد اللي خصيك تراجحها إلي جينا نشوفه بالنسبة للسلك الابتدائي خصيك تراجع المواد ديال السلك الابتدائي والسلك الاعدادي يعني هات السلكين معا السلكين إلزاميين هذا يسمى بالتعليم الإلزامي إذا شنو خصيك تراجع عدك اللغة الفرنسية اللغة العربية الرياضيات ثم علوم الحياة والأرض اللي منساجمة مع العلوم الفيزيائية هناك نقصد بالنسبة للتعليم الابتدائي أنك يجب أن تراجع الدروس ديال السنة الرابعة الخامسة ثم السادسة أما بالنسبة للتعليم الإعدادي يجب أن تراجع دروس المستويات الثالثة يعني الأولى والثانية والثالثة إعدادي بما يخص اللغة العربية الفرنسية الرياضيات وكذلك العلوم إذا جئنا نتكلم عن اللغة الفرنسية فالأسئلة التي تكون وهي السينونيم والغومونيم مثل هذه الأشكاة ديروا اللي عليكم تحاربوا تقاتلوا والكامل على الله السلام عليكم